أمام كل تعثر في ملف المفاوضات السعودية الحوثية تلوح الميليشيا بإعادة الحرب وكأنها تقول للمملكة إنما لا يدرك بالتفاهم يدرك بقوة السلاح ورغم وصف الوفد العماني وقادة الحوثيين بأن المفاوضات التي تجري في الرياض بناءة وقد يتم التوصل من خلالها لتفاهمات بشأن الأزمة بين الجانبين إلا أن ما يجري في صنعاء قد يناقض هذه المساعي تستعرض ميليشيا الحوثي في العاصمة قواتها العسكرية في مناسبة قد لا تحتاج إلى هذا الاستعراض الكبير من ناحية الحوثيين تبدو هذه رسالة لقادة المملكة فهي حريصة على إنجاح المفاوضات لتمنحها قدرة إضافية لمواجهة الضغط الشعبي المتزايد جراء انقطاع رواتب الموظفين منذ نحو سبع سنوات في هذا تناقض واضح إذ تستدعي أخبار التقدم في المفاوضات بوادر حسنية بإيقاف الحرب من قبل الحوثيين لكن ما يحدث هو عكس ذلك وكأن الميليشيا لا تود التوقف أبدا عن الحرب احتشاد دولي لإنجاح هذه المفاوضات فخلفها تقف عمان والأمم المتحدة وأمريكا والمجتمع الدولي رغم ما قدمته واشنطن من مخاوف حول انهيار هذه المشاورات وتأكيدات مبعوثها تيم ليندر كينغ من أن هذه اللحظة هشة وتستدعي التوصل إلى اتفاق عاجل لوقف دائم لإطلاق النار وبدء محادثات بين الأطراف اليمنية نقاط الخلاف في هذه المفاوضات قد تبدو أكبر من نقاط الاتفاق فالسعودية تبحث عن إنجاز كامل في هذا الملف ينهي الحرب أما الحوثيون فيبدو أن أعينهم لا تتجاوز المخصصات التي ستلتزم بها السعودية لدفع الرواتب أملا منها في تهدئة حالة الاحتقان في المناطق الخاضعة لسيطرتها للتفرغ نحو المعركة الكبرى مع الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي اشتركوا في القناة